دكتور من خلال هذه الآيات التي تراها علينا الشيخ محمد نقدر نقول أن رهلة الأستراء المعراج أعظم من أن تكون معجزة جاء سيدنا جبريل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكرت دعوة لزيارة السماء وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم في بيته مهانئ في شعب أبي طالب وكانت الدنيا في الوقت ده مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت شديدة جدا وفي كمة الشدة يأتي الفرق من عند الله عز وجل كما صدق الله عز وجل في القرآن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد يكذبوا جاءوا من نصرنا فنجي من نشاء قبل أن ندخل في موضوع الحلقة هل لفضلاتكم أن تحدثون عن المعجزة؟ إيه هي المعجزة؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين أمين رب قبل أن ندخل في موضوع الحلقة أريد أن أنبه على شيء يتردد كثيرا على أنسنة الناس إذا أراد أن يدعو الإنسان فيقول له مثلا الله يبارك فيك يا رب هذا لابد من التنبيه من مثل هذه الكلمات لماذا؟ كلمة يا رب في نهاية الدعاء تجعل الضمير يعود إلى الله كأنك تدعو الله لنفسه بالبركة أو بالشفاء ونحو ذلك نعم فينبغي أن ننبه لهذا جيدا لأنه هذا مما تعود عليه الناس والإنسان مع التدريب ومع الوقت ينتبه بعد ذلك إن شاء الله تعالى هذا الأمر أول وقبل أن نتكلم يعني أحسنت في السؤال قبل أن نتكلم عن الإسراء والمعراج لا بد وأن نتكلم عن المعجزة تعريف المعجزة ليه؟ لأن كثير من الذين ينكرون المعراج أو الإسراء ونحو ذلك ما فهموا معنى المعجزة لأنه إذا اتضح بالبيان خلص يزول الإشكال نعم فالمعجزة عرفها العلماء قالوا هي أمر خارق للعادة فأكتبين يقول لك دي حاجة ما يصدقها ما هي أمر خارق للعادة المعجزة هي أمر خارق للعادة نعم يجريه الله أيوة على يد مدعي النبوة يعني الذي يأتي يقول أنا نبي الله المعجزة هي ديل صدقه نعم فيجري الله عليه هذا الأمر لأي شيء تأييدا لدعواه تصديقا له نعم لأن المعجزة بمقام كأن الله يقول صدق عبدي فيما يبلغ عني فلذلك أيته بهذه المعجزة يا سلام فالمعجزة هي أمر خارق للعادة يجريه الله وعلى يد مدعي النبوة تصديقا لدعوة نعم موافقة للدعوة نعم ليست مخالفة لها كما حصل مثلا مع مسيلم الكذاب نعم حينما قالوا له إن من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أنه رض عين قتاد إلى مكانها لما سالت على خده نعم فجاءوا له برجل أعور فوضع يده على السليمة فطمست نعم صار لا يبصر طيب فتكون موافقة للدعوة سالمة من المعارضة بالمثل يعني سالمة من المعارضة بالمثل يعني لا يستطيع القوم الذين هم ضده ونحو ذلك لا يستطيعون أن يتحدوا نعم كما حصل مع سيدنا موسى وفرعون جمع له السحرة نعم أرادوا أن يتحدوا فرعون لأن السحر يعارض بسحر مثله نعم أما المعجزة لا تعارض لأنها تأييد من الله تبارك وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أكثر للأنبياء معجزات قال الشافعي يعني حصل له كما ورد عن الشافعي ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى سيدنا محمدا مثلها أو أعظم منها لذلك قال بعضهم إن كان موسى سقل أسباط من حجر فإن في الكف معنا ليس في الحجر حينما نبع الماء من بين أصابعه الشريف صلى الله عليه وسلم هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام سيد الأنسي يقول فرأيت الماء يفور من بين أصابعه نعم إن كان موسى سقل أسباط من حجر فإن في الكف معنا ليس في الحجر إن كان عيسى بر الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طيب المعجزة زي ما عرفناها هذا تعريف المعجزة طيب أخذ من كلام فضلاتكم المعجزة أمر خارق للعادة نعم يجري الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم نعم نبينا الأنبياء شكرا